السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هناك تعليق وجدته في صفحك على موضوع عن الله قلت الفيديو هو من هو الله وهو من أكثر من الجزء الأول والثاني وأيضاً الجزء الثالث نشرته قبل فترة في هذا الجزء الأول والثاني صادثوا تعليق من أحد أصدقائي الخلص والقريبين جداً إليه وأعرفوا شخصياً أيضاً قال فيها أنه مختنع تماماً بأن فكرة الله والآلهة هي أسوأ فكرة اخترعها الإنسان وأنها فكرة بائسة وليست عظيمة بل أنها هي السبب الرئيسي لاستعباد البشر واستغلالهم وقتلهم وسرقتهم تحت ذرائع الشرق والإرادة الإلهية والحكمة الربانية التي لا يعلمها أحد وهي ما كما يقول كما ذكرت أنا لما يستفد منها غير أصحاب الفكرة نفسها وأيضاً رجالها المنتفعين من هذه الفكرة ويضيف بأن هذه الأديان التي كانت وما زالت هي سبب الصراع بين المذاهب والبشر والأديان كافة بل بين أفراد أتباع المذهب الواحد نفسه يقول اعتقادي الراسخ بأن فكرة الله هي فكرة خاطئة لذلك دائماً أردد مقولة لفيلسوف نيتشا هي أما أن يكون الله خطأ ارتكبه الإنسان أو أن يكون الإنسان خطأ ارتكبه الله فقال بعد ذلك حياني وقال كل التقدير لهذه المحاضرة ولهذا الفكر شكراً جزيلاً صديقي وأنا أعتقد أن هذا الموضوع الذي أثاره صديقه هو مهم جداً الوجهة النظري أنا تقول بأنه لا توجد فكرة يعني هي سيئة أو جيدة معظم الأفكار فيها ما هو جيد وفيها ما هو سيء وبالتأكيد فكرة الله هي فكرة فيها كثير من الإشكالات وقد يعترض قبل هذا لابد أن أشير إلى مسألة مهمة قد يعترض البعض على أن القول بأن الله هو فكرة فالله هو فكرة يعني سواء شيئنا أم أبينا لأنه كلمة ولم يتجسد على أرض الواقع يعني حتى تقول بأنه ليس بفكرة لأن لم يكن فكرة فقل أنه واقع موجود على الأرض أو جسد أو شيء من هذا القبيل فأريني إياه أن أنكرته كفكرة فأريني إياه لكي يكونوا لإعتراضك يعني منطقا سليما أما أن تنفي عنه وجود الفكرة فهي بالتالي يعني الشجرة هي في الذهن هي أيضا فكرة يعني ليست مسألة خلافية أنه الشجرة هي فكرة أنا أقول شجرة فهي فكرة الشجرة لكن الشجرة موجودة في الخارج عندما أقول الله أيضا ربما موجود بالخالق في العالم الخارجي أو في داخلي لكنه يبقى بالنهاية فكرة لأن الفكرة دائما تخرج من الذات من ذهن الإنسان وإمكاناته المعرفية وإمكاناته اللغوية الطبيعية الموجودة لدى جميع البشر فبالتالي هي كل شيء يتحول إلى أفكار ومن خلال الأفكار نحن نستطيع أن نخلق مفاهيمنا وطرقنا للتواصل الفكرة هي من منظومة من المفاهيم ما هو المفهوم؟ يعني عندما نقول فكرة أو مفهوم فالموضوع مثلا عندما نقول أنا شجرة فهذا مفهوم الشجرة هي عندما ترى الشجرة فتفهم تماما أنه لا حاجة بعد ذلك أن أشرح لك ما هي الشجرة عندما نقول شجرة فهذا مفهوم معناه يختصر عالم أو يختصر شيء محدد أو فضاء محدد يمتلك كثير من وصفات مثلا الشجرة عندما أقول لك شجرة فورا يحضر في ذهنك أنه ماكو داعي أقول لك الشجرة هي نبات نوع من أنواع النباتات الذي يمتلك جدعا عاليا وارتفاعه لا يقل عن متر وأحيانا يصل إلى خمسين مترا وهذه الشجرة لديها أخصان متشابكة وتحتاج إلى أرض وتحتاج إلى مياه فعندما أقول لك شجرة وتحتاج إلى أرض زراعية وتحتاج إلى عناية وهذه الشجرة بعضها مثمر وبعضها غير مثمر فأنا عندما أقول لك شجرة هذا المفهوم بأكمله يولد في ذهلك ذهنك كل هاي التفاصيل لكن أنا ما أحتاج حتى أتواصل معك حتى أشرح لك كل هاي التفاصيل أقول لك شجرة فورا أنت تفهم ما هو المقصود أو المنطقة التي أتحدث عنها عندما أقول لك فكرة الله فأنت فورا تحضر في ذهنك فكرة الله الذي غير موجود الذي لا يمكن أن نراه أحد الذي هو كل القدرة كل الطاقة الله بالمعنى الإسلامي هناك عندما تقول فكرة الله الله بالمسيحية يتقبلها بطريقة مختلفة عن طريقته وحتى اليهودي باللغة العربية باللغة عندما أتحدث مع الشخص بالإنجليزية تقول لك قض قض بالنسبة له لا لا علاقة له بالله لأنه في ذهنه هذا المفهوم المختلف على كلها وضعت هذه القضية نرجع إلى الموضوع الأساسي هناك إشكالات مع أي فكرة وهي هذه أن الفكرة بعد ذلك لا يمكن أن نقول عليها أنها سيئة أو جيدة هناك استخدامات سيئة وجيدة لهذا الشيء ممكن أن نستخدم الشجرة بالطريقة التي نراها مناسبة بعضهم استخدمها بصناعة فأس وهذا الفأس خشبي ممكن يضع لقطعة حديد أو بدون حديد ويستخدم هذا أو يستخدمه كرمح أو فأس هو خشب بأكمله لكن يضرب بها الشخص ممكن أن يقتله وممكن أن يزرع بها الأرض ويطعم أطفاله والناس الذين يعيشون معه فبالتالي هي الأفكار تتلاقح وتستخدم حسب الحاجة التي يشاءها الإنسان وهي أصلا فكرة الفكرة أو وضع الأفكار في ذهن الإنسان هي أصلا دافع الحاجة الرئيسية التي يحتاجها الإنسان بالتالي الله هو فكرة أحدثت أثرها بين الناس وبدليل أنها استمرت هي فكرة الناس وجدوا لها أثر كبير في داخل أنفسهم والأسباب كثيرة بعضهم تقبلوا هذه الفكرة وآمنوا بها وبعضهم يعني عن رغبة والأغلبية طبعا عبدوا هذه الفكرة ووجدوا أنفسهم فيها بمحض إرادتهم أو عن طريق العنف وعن طريق السلطة التي تضع شروط الإله الذي على الجميع اتباعه فالإله المحمدي هو إله له مواصفاته المعروفة والسلطة أو الدولة التي تفرض شروط هذا الإله هي التي تمثل الإسلام هناك سلطة مسيحية تفرض شروط الديانة المسيحية أو شروط الفكرة المسيحية أو الإله المسيحي وهكذا الشروط الإله اليهودي هو مختلفة عن شروط الإله وشروط الإله المردوخي أيام بابل مثلا يختلف عن شروطه في مناطق أخرى فكل إله له تنطبأ في ذهن الذي يستقبل هذه الفكرة تنطبأ في ذهن صورة خاصة به مختلفة عن الآخرين نرجع عن مثال الشجرة عندما أقولك شجرة مثلا صحراوية هذا رئيسا ممكن أن وأكو شجرة متمرة أكو شجرة دائمة الخضرة أكو شجرة بعلية سموها ما عندك أكو اسماء فالآلهة كذلك نفس الشيء وجميع الأفكار هي هاك تتصنف وأكو تصنيفات داخلية يعني هذا الكاتيجوري أو هذا الكنسب لهذا الكنسب أكو سبكنسب يعني كنسب داخلي فداخل الشجرة أكو أنواع من أجار أجار حمضية أجار فاكه أجار غير مثمرة مثمرة الآلهة كذلك كل واحدة لقوانها بالتالي الآلهة الذي يعبده يعبده البشر أثبت بأنه إله فيه فوائد وفيه مضار المضار في عصرنا هذا تضح بأنها الأضرار كبيرة جدا وسبب في رأيي أنه فكرة الله كانت فكرة ناجحة في الزمن في زمن ما قبل العلم حتى نكون دقيقين ما قبل العلم والتكنولوجيا والتطور والحداثة يعني معناها المعاصر وكانت تجمع شمل الناس لأنه كانت هناك مشاكل كثيرة بين الناس ومن الصعب توفير الموارد الغذائية على الأقل للجميع بالتالي كانت هناك عمليات سطو وعمليات سرقة ونهب وسلب وانعدام للحقوق وغبن واستبداد واستعباد وكل أنواع هذه موجودة الإله في ذلك الزمن الآلهة معظمها كانت هي تتصرف بهذه الصفات يعني مع الأسر يعني ماذا نفعل يعني الإله المحمد لمثلين كان يشرع السلب الآخرين وغزوهم بحجج دينية هي في بالنهاية عملية غزو وسلب ونهب لكن تسمى جهاد مقاتلة الكفار وتسمى بطرق مختلفة لأنه لا بد أن توفر سقف منطقي أو سقف تشريعي أو شرعي يبرر لك ما تفعل هذا الأمر نفسه حتى بالدول الحديثة أي إنسان حتى الإنسان العادي الآن عندما يقوم بفعل يعني يستولي على شيء من الآخرين يتحجج ويخلق حجة تبرر له ما يفعل ويقول هذا كافر مثلا يستخدم فكرة الله لمعالجة هذا الموضوع هي أصلا فكرة الله هي موضوع لكي يتم استخدامها يعني هي فكرة الله لماذا هي موجودة لأنها صالحة على استخدام وليست وممكن أن تعبدها وتدعي عبادتها ولكل مستفيد من هذه الفكرة خاصة بالشعوب الإسلامية ويتحدثون بسم الله بأتباره عامل يعني يسمي تعبير دور كائم يقول لك الله والإله هو أشبه بالغراء الغراء الذي يربط بين الجميع مثل ما تربط النجار يربط الكرسي والأخشاب مع بعضها لا يستطيع ربطها إلا عن طريق المسامير والغراء الذي يجمع أطراف الأخشاب المختلفة فالإله هو الغراء الذي الذي يجمع بين أفراد الجماعة البشرية في هذا المكان والزمان أو في ذلك فكل منطقة لديها إله الخاصة حيانا حتى الإله هو نفس الإسلام لكن يعني الله مثلا في البصرة أو في القاهرة أو في الإسكندرية أو في بيروت الذي في ذهن المسلم يختلف عن الله الذي في ذهن الأندونيسي المسلم والمغربي في الرباط أو في طنجة وهكذا فالآلهة تختلف لكن الأسماء فهناك يصير عندك اختلاف المفهوم نفسه يختلف يعني الله يتحول إلى إلى اسم آخر مثل المردوخ أو يهوى أو المسيح أو اللي هو نفسه الله الآن بالكلمة الله الإسلامي نفسه بحذ ذاته له معاني مختلفة لدى الجميع وهذا القلط أيضا يتم استثماره أنه الإله في ذهن الشيعي في إيران أو طهران يقول لك لا هذا الإله الذي أنت تعبده ليس الإله الحقيقي أن هناك إله صحيح الإله بتاعي الإله الذي أنت تعبده الله الذي تعبده هو ليس الحقيقي وبالتالي أنت عليك أن تتبعني وتتبع خطواتي هكذا هي الأمور يعني ماذا نفعل هنا تتضح القضية بشكل أوضح حتى لا أدخل بتفاصيل كثيرة بعد أن فكرة الإله بالتالي أتضح بأنها هي فكرة ليست بسألة سيئة بل أنها حتى السوء الذي فيها كان مقصودا يعني الله هو فكرة أحيانا حتى بالإله القرآني تجد لديه مواصفات الشيطان أحيانا أو يكلف الشياطين بالقيام بمهمات خاصة به وآية معروفة وأرسلنا لهم الشياطين تأزهم إزة أزة أو إزة فهذا معروفة يعني الشيطان تجد دائما هو في خدمة الإله ووجد أيضا لكي يبرر وجود الإله أو ينفذ أعمال الإله أو أيضا يبرر رحمة الإله وخيريته بالتالي الفكرة وجود شر من قبل الإله هي فكرة صحيحة وهناك محاولات لتمرير الموضوع وتبريره فكرة أن يكون هنا أن الإله سيئا هاي فكرة أيضا منطقية وسليمة جدا عندما نشوف أسماء الله الحسن نجد المنتقم الجبار يعني أقول يعني المتكبر وأسماء كثيرة جدا المكار الأسماء ما تحضرني الآن لكن هي عندما نطلع عليها نجد بأنها فيها جانب كبير من الشر وهذا منطقي جدا وهذا جانب موجود لدى الإنسان المسلم والإنسان المسيحي والإنسان البودي أي شخص متتبع للدين يجد جانب العني في الجانب الأدواني موجود لهذا الإله والإله ليس أدوانيا ما جدوى منه الإنسان لن يحتاجه ولن ينجح إله من هذا النوع حاولوا كثيرون طبعا ومناسبة هناك أديان من هذا النوع لكنها أديان شبه فاشلة لم تستطع الصمود لأنها لا تتبع معايير الإنسان الأدوانية أو حاجات الإنسان الأساسية هذا السؤال الآن عندما نقول أن الإله أو فكرة الإله كما يقول صديقي هو أدى اسم حركي وفريدريش نسي ما متخذ اسمه يقول بأن عندما نقول بأن هذا الإله الإسلامي أو فكرة الإله بشكل عام يقولها لجميع الأدوان هي أسوأ فكرة اختراحها الإسلام الإنسان بالحقيقة هي هذه فكرة الإله الإنسان اختراحها لكي تكون سيئة يعني ليس لأن تكون جيدة وخيرة الإنسان اختراع الإله لكي يمارس من خلاله كل ما يشاء الإله بالتالي هو السيء لأننا نريده سيئا نحتاجه سيئا وهذا سبب انتشار الدين انتشار القناعات الدينية الآن هناك مسلمون تجدونهم في أقصى أنواع الأدوانية وهذا الأدوانية موجودة يعني تشعر بعد ذلك يقول هو يتحجج بالله يعني عندما أنا أشاهد مثلا على سبيل المثال وليس التشخيص يعني القنيبي عندما يتحدث أن الله كذا وأن هذا طالبنا بكذا وكذا وكذا بالحقيقة أنه يتقنع بحجاب الله ويضع الله أمامه لكنه في الحقيقة هو بداخله غليان يعبر عن إنسانيته الأدوانية من داخلها فبالتالي هو يرفض أي شيء يرفض أي محاولة للطعن بهذا الإله الذي هو في ذهنه ولا نظرية التطور ولا شون يسوي لك 200 حلقة عن نظرية ضد نظرية التطور ما شأنك وانا شأن نظرية التطور دحا لا أو بالنسبة لأنها تعتدي عليه أنه يعتبر أنه هذا الإله الذي يعني لا تترك له فرصة لأن يمارس حياته الأدوانية التي التي يجد فيها لذة كبيرة عندما اطلع مثلا عن شخص مثل القنيبي أو أي متدين آخر على كل واحد إلى وضعيته الخاصة لكن هذا الإله الموجود داخل هذا الإنسان المتدين هذا الإله هو الغطاء أو النموذج السيء الذي يعتبره في ذهني هو جيدا جدا لأنه لا بد أن يقتنع أو يؤمن بهذا الإله الذي يمارس الشر يمارس العنف يدعو إلى قتل الآخرين تكفيرهم تصفيتهم فعل ما يشاء ضدهم هذا هو بالحقيقة يعبر عن هذا الإنسان الذي يدعى قنيبي أو يدعى حيثا طلعت أو يدعى يدعى من يدعى صحابي حتى الصحابة كثير من أنتم رغبات أدوانية كانت وهذا الإنسان يعني هي ليست إساءة لهم وليست إساءة للآلهة لكن هذا حاجات الإنسان الأدوانية إنسان كان أدواني يعني لا بد أن نعترف بهذه المسألة الدين بالتالي وجد لكي يوظف هذه الأدوانية ويرتبها وينظمها الإنسان هو فعلا يعني نتاج تطور بيولوجي استمر على مدى ست ملايين سنة حسب النظريات نظريات داروين حسب المكتشفات الحديثة أو الدلائل التي لا تقبل الشك الموجودة الأغلبها لا تقبل الشك يعني لكن هي بعموما الفكرة الأساسية أنه نتاج وليدي ستة ملايين سنة من تطور من أب هو شبه قرد وهذا القرد أيضا هو من تطور على قبل 20 مليون سنة من النسانيس والقرود القديمة ونصل إلى الخليل الأولى فعنا بالتالي نتاج هذه المسيرة الطويلة العريضة من الحياة العنيفة الحياة المتطلبة التي تتطلب عدوان تتطلب مهارة وقدرة على البقاء وإجادة للصراع مع كل شيء حولك فهذا الدين بالتالي وجد لك يبررنا كل هذا بالتالي الدين هو إفراز من إفرازاتنا والإله هو إفراز من إفرازات هذا الإنسان سيقولك أنت تقول الدين صناعة بشرية والله هو فكرة بشرية بالتأكيد فكرة بشرية سواء كانت فكرة إلهية بالفعل أو غير إلهية هي بالنهاية تطلع من ذهن الإنسان لأن الإله لا تجده في الخارج ولا تجد الدين في الخارج يعني لا يمكن أن تذهب إلى البقاء وتقول أعطيني كيلوين دين أو حدد لموعد تروع على مثلا إمام جامع فلا أنا محتاج أحدد لموعد مقابلة مع الله هذا ما ممكن يعني فبالتالي هذا غير موجود يبقى هو بالتالي هو فكرة ويبقى بالتالي هو شيء موجود داخل الرأس وفي الدهن وبين البشر واعتباره نوع من أنواع الغراء الجماعي بين مجموعة من الأفراد مثلما النمل يتعارف بما بينه عن طريق الفريون يفرزها فريون أعتقد اسمه شيء من هذا القبيل ثرمون فريون فالبشر يتعارفون فيما بينهم إذا كانوا مسلمين يتعارفون فيما بينهم عن طريق هذا الإشارة اللي تدعى الله الهنود الهندوس يتعارفون وكل أيضا حتى لفظ كلمة الله في منطقة محددة يختلف فكل أنواع النمل تختلف فنحن هو نوع من الغراء الاجتماعي هو الله وبالنهاية ما أريد طول الكلام أختم وقول بأن واضح أن الله والدين علينا أن نفهم جذور الأشياء ومن خلال فهمنا لهذه الأمور نستطيع أن نقلل من أدوانيات العلاقة أو نفهم المأزق البشري أو الدراما البشري التي يعيشها الإنسان ويفهم أنه نحن نأخذ الأمور بعقلانية أكثر بدون انفعال نفهم أننا كائنات ليست كاملة وتدعي وجود ما هو كامل في الخارج بالحقيقة نحن ندعي وجودها لكي نبرر من خلالها نسبيتنا وتطلبنا وعدوانيتنا فبالتالي أي شيء المطلق ويسمى إله أو مقدس هو بالحقيقة حجة نتخذها أو يعني نتحدج بها لكي نمارس من خلالها كل ما هو بشري وأدواني وحيواني وبدائي وعنيف غالباً إلا فيما عدا البعض يستخدم فكرة مقدسة في جوانب جوانب تبدو طيبة وخيرة لكنها في الحقيقة تبقى أيضاً وصولية ونفعية من بعض يتبرع للناس بالأموال بالحقيقة هو أيضاً يكسب شيء لكن هذا الجانب الإيجابي ومردودات الإيجابية لكن أيضاً يوفر رغبة بيولوجية داخل الإنسان ورغبة قديمة داخل يعني هي سمحت بوجود الجماعة البشرية هذا الأمر موجود لكن هو يبقى في كل أحوال إلى جانب البراغماتي النفعي واضح بالنهاية أقول أن المشكلة هي ليست في فكرة الله ولا في فكرة الدين إنما المشكلة في الإنسان نفسه فالسؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا ليس لماذا أعبد الله ما هو هذا الإله كيف أحافظ على هذا الإله كيف أعبد هذا الله كيف ألتزم بتعاليم هذا الإله لا أقول علي أن أسأل لماذا أنا أعبد هذا الإله ما الذي يدفعني إلى عبادته لماذا يدفعني الآخرون لأبادة هذا الإله ما هو هذا الإله أين حصتي من هذا الإله هل أنا متفاعل مع هذا الإله وأجد كثيرين يهاجمني مجرد أن أضع الإله تحت موضع النقاش أو على الطاولة للنقاش بين الجميع يعتقد بأنه هناك اعتداء عليه لماذا لأنه يعتقد الإله موجود داخل هذا سيتم الكشف الحقيقة حقيقة هذا الإله الذي أنت تؤمن به والمتدين الذي يؤمن به لأنه يرفع الحجاب عن هذا الإله وقدم نرفع هذا الحجاب سنكتشف القنيبة الحقيقة داخل هذا القنيبة الذي يعني يتحدث على مدى عشر سنوات عن الإله الذي يعبده والإله الذي يلتزم به بالحقيقة هو نجادله في موضوع رأسا يشعر بالخطر ويكفرك ويقول لك أنت كذا وكذا أنا جي بالإقراني بمثالا وليس يعني يعني وليس حصرا فالموضوع هو هكذا المشكلة في الإنسان نفسه وعلينا أن نعرف أننا أناس قاسرون وناقصون وبحاجة للاكتمال وكل الدعاء لوجود إيمان داخلنا كامل ويقين كامل بوجود شيء في الغيب أو في أي مكان هذا الدعاء وهمي هو الذي يقودنا إلى المزيد من الأدوانية وهذا الإله وهذا الدين وهذا الإيمان حتى الإيمان بعقيدة معينة هو محاولة لمضاعفة الأدوانية داخل الإنسان ومضاعفة الشر بصراحه الشر والقتل والعنف وهذا كل المساوى فعلينا أن نكون واقعين وفي أفضل أحوال علينا أن نقول بعد ما يكون إيمان بله دع هذا الإيمان في نفسك فقط ولا تحاول أن تهجره إلى الخارج وتحارب بإسمه الجميع في الحقيقة أنت تحارب من أجل نفسك من يحاربهم القنابي ليس بإسم الإله بالحقيقة هو يحاربهم شخصيا يعني هو ذاته بداخله هي داخل ذات عنيفة تحاول أن تأخذ حصتها من هذا العالم وتستولي على حصتها بطريقة أو بخرى بإسم الإله والإله ليس إلا ذريع فأشكركم وآسف على طالة وإلى لقاء قريب مع السلامة اشتركوا في القناة